فرح الطفلة الشاب اشترحت الامل من بين زخات الامها لتنثره في فضاء داق بها بكل ما اتسع صورة تستحوذ على قاموس الفلسطينيين باستثناء صفحة البداية التي تمهد هي ايضا لذلك وفرح عمر هي ابنة الاسير المعزول منذ ثلاث سنوات في سجون الاحتلال والمحكومي 45 عاما حسام عمر من قرية الجاروشية شمال طولكرم لم يكن لها من اسمها نصيب منذ نعومة اظفارها حرمت من والدها مذ كان عمرها شهرين فلم تشعر بحنوه واستفاقت في وعيها على صور كانت تصلها مترقبة تغير ملامح لم تكبر عليها ما بعرف ايش كثير عنه انا ما كنت اشوفه الا بالزيارة كم مرة شفتي؟ الا ثلاث سنين كنت ازوره عادي دايما بالزيارات العادية بس هلأ من لما حطوه بالعزل الى ثلاث سنين شوفه زرته بس مرتين بحكي له انه يدير باله على حاله ما يخاف علينا احنا منحون انا بحبه كتير كتير بس بدي ان شاء الله يطلع من السجن هو جميع الاسراء والاسيرات انا بدي يدير باله على حاله ويهتم بصحته انا منيحة كل اموري تمام والحمد لله ما يخاف علي غصات وآهات هي نتاج خمسة عشر عاما من الحرمان تعانيه ام حسام ليس في غيابه فقط بل بغياب ابنائها الثلاثة الاخرين فهي الام والجدة الصابرة لاجل من حولها رغم جراحها النازفة في قلبها لم تكل من الذهاب في كل مرة يمنحها المحتل المتعنت تصريح زيارة لا تأخذ منها سوى الجلوس في ساحة السجن علها تلمح طيف ابنها الذي يفصلها عنه جدارا متسلحا بجنود الاحتلال الي ثث سنين ما زرتوش بعرفش عنه اشي بطلع التصريح وبخلص وانا بزروش بننام بنحلم فيه وبنصحى بنرضى عليه وطول النهار نفكر فيه هنا يعني احنا ودموعنا اكتر من بساطتنا وفرحنا زعلنا اكتر من فرحنا يعني وامن انه مش بسه فيه اخر ثلاثة غيره والله يصبرني على بيودهم وهي اللي 15 سنة بكالب وانا لحالي يعني هاي اللي اربع سنين لحالي في الضار في الشهر ضم اولادهم اللي عندي في الشهدى عندي انا لحالي بكالب بهالدنيا والمخصيم اللي بنروح عليهم والتفتيش عذاب يعني انا لا بزور ولا بأ التفتيش بتفتش زي زي اي وحدة وبمطر بره بتفتش يعني كله تعب بشكاه يعني الله يصبرنا كلياتنا اما يعطي العصر ما هني مثلي مثلهن ومع كل هذا العذاب تستمر ام الاسير في شق طريق الالام المرافقة لكل خطوة لها اثناء ذهابها لرؤية ابنها المحرومة من ضمه على صدرها واستنشاق رائحة فلذة كبدها بانتظار فرج يلوح في فسحة الامل تلك لتلفزيون الفجر الجديد تسليم قشوع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة